بعد تحديات سياسية وأمنية كبيرة عاشتها تونس منذ انطلاق الشرارة الأولى للتغيير الأكبر في تاريخها الحديث في ديسمبر من العام 2010 تعيش اليوم تونس على وقع الكثير من التحديات أبرزها التحديات الاقتصادية التي تأخذها إلى شفير الإفلاس ما هي أبرز التحديات التي تعيشها تونس ويعيشها الاقتصاد التونسي حاليا نناحز من نسبة لأنمو الاقتصادي في تونس تحديدا بالعام 2010 كان هناك نسب نمو بـ 3.5% ولكن بعد اندلاع الانقلاب والثورة في تونس في العام 2010 وتلى ذلك في العام 2011 انكماش في الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4 ومن ثم عاود الاقتصاد التونسي رحلة النمو إن كان بشكل طفيف ومستمر إلى العام 2015 عندما تراجع النمو إلى 0.8% والتوقعات بالنسبة للربع الأول من هذه السنة حتى الآن النمو يصل إلى 0.4% وبالتالي التوقعات لبقية السنة لا تشير إلى الكثير من النمو أو الإيجابية في نمو الاقتصاد التونسي كيف كانت العجوزات في الميزانية وأداء الميزانية في تونس في الفترة الماضية؟ في العام 2010 كان هناك 650 مليون من التراجعات والعجوزات في الميزانية ولكن زادت هذا العجوز إلى مستويات كبيرة وصولا إلى العام 2013 عندما لأينا أن العجوز في الميزانية التونسية تجاوز الخمسة مليارات دينار وأيضا في العام 2014 بحدود الأربعة مليارات دينار والآن بالعام 2015 وصلنا إلى مستويات الأربعة مليارات دينار ومئة مليون وبالتالي كان هناك تزايد وارتفاع كبير وضغط من العجز في الموازنة كيف تطور حجم الدين في تونس مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي؟ لاحظوا كيف كان ينمو الدين بشكل كبير مقارنة بالناتج المحلي وصلنا بالعام 2013 إلى 46% من الدين وحجم الدين مقارنة بالناتج المحلي 50.8% في العام 2014 ومستويات قياسية في العام 2015 عند حدود 53.9% في العام 2015 والتوقعات بالنسبة لـ 2016 بأنه ستكون 53.4% نذكر بأن هذه المستويات هي مستويات رسمية من وزارة المالية التونسية والتالي التوقعات غير رسمية تشير إلى مستويات أعلى من ذلك خاصة إذا اتجهت تونس إلى مزيد من الدين أين تكمل مشكلة الاقتصاد التونسي تحديدا؟ نحن نعرف أن 70% من الموارد التي تأتي للدولة تأتي من الموارد الضريبية هذه الموارد لا تكفي لتغطية بند الأجور الأساسي في الاقتصاد التونسي والذي يذهب إلى 670 ألف موظف هذه الموارد التي تأتي للدولة أيضا لا تكفي للصناطيق الاجتماعية صناطيق التأمين والتقاعد وغيرها وأيضا لا تكفي لتأمين فوائد الدين وهي فوائد عالية للغاية التقديرات غير رسمية تشير إلى أنها وصلت إلى مستويات 58 بيئة المئة وبتالي هي مستويات عالية جدا لماذا تدهور ووصل إلى هذه المرحلة الاقتصاد التونسي أولا الاضطرابات الاجتماعية في تونس إضرابات وغيرها التدهور الأمني وكنا قد شهدنا أكثر من عملية إرهابية الفساد هناك تصريحات غير رسمية وتصريحات من بعض السياسيين في تونس تتحدث بأن 10% من قيمة الصفقات التي تتم في تونس يذهب منها 10% بسبب الفساد وتراجع السياحة طبعا بسبب الضغوط الأمنية العمليات الإرهابية وغيرها تراجع السياحة التي كانت تدرع وائد كبيرة للاقتصاد التونسي تراجعها بنسبة 31% في العام الماضي وانخفاض الاستثمار وهذه أيضا من التحديات بسبب ضعف البيئة الاستثمارية ضعف الاستقرار الأمني وغيرها الخسارة الاقتصادية لتونس حاليا قطاع السياحة الذي كان من العوائد الجيدة والأساسية في الاقتصاد التونسي يتراجع ويخسر فقط في عام واحد في العام 2015 نصف مليار دولار أمريكي قطاع المناجم منذ بدء الضغوطات على الاقتصاد التونسي تحديدا يعني في العام 2010 حتى الآن يخسر أكثر من مليارين ونصف المليار دولار أمريكي الحرب على الإرهاب وهذه تصريحات من الرئيس التونسي السبسي تحديدا بأن الحرب على الإرهاب تكلف تونس أربعة مليارات دولار إضافة إلى أن تداعيات الجوار تحديدا تجاور تونس مع ليبيا يكلفها وتداعيات الأزمة الداخلية في ليبيا تكلف تونس أربعة مليارات دولار أيضا كيف يمكن لتونس أن تتغلب على كل هذه التحديات الاقتصادية وأن ترتاح من شبح الإفلاس الذي يخيم عليها أولا إلغاء دعم المواد الاستهلاكية في العام 2010 كان هناك دفع تونس نحو نصف مليار لدعم هذه المواد في العام 2015 دمت ثلاثة مليارات دولار تم دفعها للدعوم على المواد الاستهلاكية وغيرها سبعين بالمئة منها على دعم الوقود فقط الدعم الدولي هناك قرض من صندوق النقد الدولي لتونس بقيمة مليارين وثمانمائة وثمانين مليون دولار أمريكي على مدة أربع سنوات وأيضا تحسين المنظومة الضريبية لأن هناك سوق ثانوي في تونس من الكثير من المؤسسات التي لا تؤدي الأموال والضرائب إلى الحكومة التونسية وبالتالي هناك خمسين بالمئة من الاقتصاد يذهب ومن الضرائب لا تجبيها الحكومة التونسية حاليا إذن كانت هذه قراءة لأحوال الاقتصاد التونسي حاليا في ظل شبح الإفلاس الذي يخيم عليه اشتركوا في القناة